حدثنا نوح بن يزيد أبو محمد أخبرنا إبراهيم بن سعد حدثنيه أبن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمر بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح قال فقال التمس صاحبا قال فجاءني عمر بن أمية الضمري قال بلغني أنك تريد الخروج وتلتميس صاحبا قال قلت أجل قال فأنا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد وجدت صاحبا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدت صاحبا فآذني قال فقال من قلت عمر بن أمية الضمري قال فقال فقال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولت إنه قال فخرجنا حتى إذا جئت الأبواء فقال لي إني أريد حاجة إلى قومي بودانا فتلبث لي قال قلت راشدا فلما ولذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري ثم خرجت أوضعه حتى إذا كنت بال أصافري إذا هو يعارضني في رهته قال وأوضعت فسبقته فلما رآني قد فته انصرف وجاءني قال كانت لي إلى قومي حاجة قال قلت أجل فمضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيانا شكرا